اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعض الناس شايفين الصورة دي يعني حاجة من الزكريات من زمان وما فيش احسن من زكريات زمان ايما كنا اطفال وما كانش فيه يربطنا مصالح غير الحب والصداقة اصدقاء الزمان الصورة دي بتفكر الناس باصدقاء الزمان ويريت يكون محتفظين بحد منهم او كثير منهم لغاية دلوقتي لان اصدقاء زمان دول ما يتعوضوش ويريت يفضلوا مع حضرتكم اصدقاء فوريفر افضل صديق لك في المرحلة الجاية رب نيديكو الصحة وتوتر وعمر هو هيبقى شريك حياتك او شريك حياتك لو حبيت شريك حياتك وكان بينك وبينه المودة والرحمة حياتك كلها حتمر ان شاء الله بسلام وبسعادة حتى لو كانت فيها منغصات اما لو كرهت شريك حياتك فاعتكره نفسك واعتكره حياتك وما تنساش دايما الناس اللي بتقول ان المرأة زي الكهرباء لو اكرمتها حتنور حياتك ولو اهنتها حتكهرب حياتك بعض الناس بالصورة دي بتفكرهم بوظفة الصديق اللي هو بيكملك وانتو الاتنين مع بعض بتقدروا تلسموا صورة جميلة العلاقة اللي في الصورة علاقة الالتساغ دي بتفكر بعض الناس بان العلاقة اللي بينه وبين صديقه معه ممر السنين هي علاقة شديدة صعب جدا ان انت تفسخها تفسخها وخصوصا اذا كانت ايمة على محبة ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس دي الصورة دي فانكرتهم بالاصدقاء سواء الادامة او الجداد وكل واحد منهم سأل نفسه يا ترى الصديق ده كان مصدر سعادة لي طول عمره او طول فترة صداقتنا ولا لا اذا كان مصدر سعادة ليك امسك فيه واوع تسيبه طب يا دكتور دار الدرس بتاعة النهاردة الدرس بتاعة النهاردة لان الكورويت صديق الريتنا عمره ما بيحصل فيه انفلاميشا لوحده الا لما بتحصل في الريتنا معاه والعكس صحيح لما بيحصل انفلاميشا في الريتنا ريتنايتس بيبقى دائما معها كوروديتس فالكوروديتس مع ريتنايتس والريتنا والريتنايتس مع كوروديتس والنهاردة هنقول درس عن الكوروديتس والحقيقة الكوروديتس ده بستيريو فيايتس بس قبل ما اخش في البستيريو فيايتس اللي هو درس النهاردة افكركم بحاجة صغيرة كده اللي هي الانترميديات يوفيايتس والانترميديات يوفيايتس اللي هو انفلاميشا افترميديات برض وعندنا الاكزامبل بداعه اللي هو البارس بلايتس ومن اسمه والحقيقة اول سيمتومس فيه هو البليرينج اوفيجان العيان بيشتكي ان النظر بتاعه مرة واحدة قل في نفس الوقت ما عندوش بين ولا ريدنس ولا فوتوفوبيا على عكس الايراتس اللي احنا خدناه وعلى عكس الكروديتس اللي احنا هناخده دلوقتي ان شاء الله لما بص على عيان ده وقت بسلت لام حلاقي انفلاماتري سيل في الانتيري تشامبر والحقيقة دي هول مارك في العيانين دول لو بصيت على الفندس حلاقي لارش بودز ون بارسبلانا عبارة عن اجريجيشن اوف انفلاماتري سيلز وتبقى عاملة زي كور التالك زي ما انتو شايفين في الصورة بالظب بلاقي معها حاجات تانية بلاقي معها بريفرال فاسكولا شيثنج بلاقي معها دايليتد بوستيرو فين بلاقي معها بابليديما وسستويد ماكولار ايديما بلاقي معها كمان ديمينشت فيجول اكيوتي واحد يقولي يا دكتور طالما انت لسه قايل البليرينج فيجول اوف سيمتوم لا وكمان ساين بيحصل عندي ديمينشت فيجول اكيوتي ديوتو ثري فاكتورز ممكن تبقى ديوتو انديوز دوميوبيا الانفلاميشن ده في البرسبلانا والبرسبلانا قريبة من السيلري مصل هيحصل فيها سبازم سل المصل هيحصل فيها سبازم فيحصل ريليكسيشن لزينيول ويبقى عندي مور جلوبلار لينس يبقى مور باورفول اي يبقى عندي مايوبيا وحناخد الكلام ده بالتفصيل لما ناخد الارور ممكن البليرد فيجن ده يكون نتيجة الفلوتينج سيلز او شيط اللي موجودة في الانتيريو شامبر او يكون نتيجة السستويد ماكولار ايديما طب يا طرح هعالج البرسبلانا اي ازاي؟ هعالجها بغلاج الكوز نمرة واحد بدي كورتيكوسترويد كونترول انفلاميشن يبقى لوكا تريتمينت او بري اوريكولار انجيكشن وساعات بستخدم سيستيمي كورتيكوسترويد انفرم اوورال او انجيكشن ميديكيشن النونسترويد الانتي انفلامياتري بستخدمها وبتبقى لها رول مهم في حالات البارس بلانايتس البستيريوفيتس هو الانفلاميشن للبستيريور بارت والحقيقة هو الكوروديتس هو البستيريوفيتس هو عبارة عن انفلاميشن اوف دا كورويد وزي ما قلنا حضراتكم الكورويد والريتنا دايما لازقين مع بعض زي الأصدقاء اللي مبسموش بعض عشان كده بنقول الكوروديتس becomes كوريو ريتنايتس الحقيقة هو انواع اكسودتف و جرانيولوميتس وسابيوريتف كوروديتس بعض الناس بتقسمهم لاكسودتف و جرانيولوميتس وسابيوريتف و بيقول犬 السابيوريتف بيبقى الكمبيكيشن بتاعته أو بيطلع منه الاندوف سالماتس والبان وال Lookrov اخرين بيقولوا لا الكوروديتس اكسودتف وسابيوريتف اكسوديشن او سابيوريشن الاكسودتف يينما يكون في جرانيول فييبقى جرانيولوميتس او ما يكونش في جرانيول فييبقى ناند جرانيولوميتس السابيوريتف ممكن يبقى كوروديتس أو اندوفسالمايتس أو بانوفسالمايتس أيهاو أي أن كان التقسيمة اللي انت حرك هتستخدمها هنبدأ دلوقتي مع بعض في الاكسوداتف كوروديتس اللي هو نان جراليلوميتس وهو عبارة عن أكيوت انفليميشن أو دا كورويد الحقيقة الاتيولوجي بتاعه أساسا بيبقى ألرجي تو بكتيريال توكسنس سواء كانت التوكسنس دي اكسو توكسن أو اندوتوكسنس في الغالب بيبقى العيان عنده تي بي أو ستريبتوكوكال انفكشن فالتيوبركوبروتين والستريبتوكوكال توكسنس بتعمل لي اوكسو تيف كوروديتس السيمتومس تبقى السيمتومس بينا إذا كان فيه افكشن للسنترال ايريا اف دا كورويد أول حاجة بيشوفها الفوتوبسيا وعندنا كلمة فوتوبسيا دي من مقطعين فوتو يعني دو وأوبسيا يعني يا جماعة اي أبنورمال فيجن هسميه أوبسيا لانا هكرر الأوبسيا كتير أو دلوقتي وأنا بتكلم فوتوبسيا يعني ايه فوتوبسيا حضرتك شايف الصورة دي كلك شايفها من غير أي إضاءة فيها إلا العيان اللي عنده كورويدايتس هيبص يلاقي فيه ايه فيه نور بينور ويطفي ودامه في أي مكان في مجال إبصاره دي بسميها فوتوبسيا بيحصل كمان عندنا حاجة اسمها ميتا مورفوبسيا عحنا قلنا أوبسيا يعني أبنور 말 فيجن ميتا يعني متعدد مورفو يعني شكل فيشوفوا الحاجات متعددة الأشكال ومتعرجة زي ما حضرتكم كلكم طبيعي تشوفوا النخل بالشكل ده هو هيشوفوا النخل اللي في النص ميتا مورفوبسيا متعرج زي ما انتو شافين بهذا الشكل ماكرو بسيا ومايكرو بسيا وحنا قلنا أوبسيا يعني أبنور مال فيجن مكرو يعني كبير ومايكرو يعني صغير يعني ايه يا جماعة كلنا هنشوف الكنبة بهذا الحجم هو هيشوفها يا اما صغير عن الطبيعي مايكروبسيا يا اما كبير عن الطبيعي ماكروبسيا وده نتيجة ان الفوتوريسيبتورز يا اما قربوا البعض يا اما بعدوا عن بعض العين ده بيبقى عنده كمان الحتة فوق الكرويد الانفليمت ما بتشوفش كويس عشان كده هيشوفها معتمة بيبقى كمان عنده بتبقى كلنا بيشوف سطح النيل رايق وهو بيشوف دبانة رايحة جاية قدام اني في الاخر بيبقى عنده مفيش واجع مفيش واجع لان احنا قلنا الكروديتز والكرويد مفيش نيرف اندنج عشان كده الكروديتز بيبقى with no pain طب يا طرق الساينس اللي احنا هنشوفها في الاكسوداتف كروديتز عادة بيبقى بيلادرال وبيبقى عندي يا اما recent focus او healed focus او عندي exclusive stage او atrophic stage بالنسبة للexclusive stage او recent focus زي ما انتم شايفين منظرها بالشكل ده دي الفوكس less recent less focus of cruditis والحتة الصغيرة دي يمكن دي صورة بتاعتها واضحة لونها يا جماعة لونها yellow exclusive patch with L defined H لو حضرك تحبيت تحدد ال H مش هتعرف هي ترى ال H هنا ولا ال H هي الاوضر لانها with L defined H الحاجة التانية يمكن هنا الصورة واضحة شوية انها معادة بتبقى الرتنا والفيترس كلاودي الحاجة التالتة بيبقى cover the cryoidal blood vessels and retinal blood vessels cross over the batch لو تلاحظين حضراتكم هنا ال blood vessels او معادي فوق الباتش ال blood vessels بتاع ال retina معادي من فوق الباتش اللي موجودة عندي ال atrophic stage دائما انتو شايفين بالمنظر ده او ال healed focus بتبقى white patches with well defined edge بتبقى معاها pigmentation black pigmentation response around white patches وبيبقى الفيترس فوقها clear ولو شفنا مع بعض الصورة دي حاللاقي دي active او recent focus ودي atrophic او healed focus واضح ان هنا healed defined وحتى من الشايف هنا التفاصيل هنا كويسة لان الفيترس هايزي هنا الفيترس بيبقى clear بتبقى white patches وحواليها pigmentation زي منتم شايفين للاكسوداتيف كوروديتس لازم اعمله differentiate diagnosis من المويوبك choreoretinal degeneration والسنايل choreoretinal degeneration بقسم الاكسوداتيف كوروديتس على حسب هو diffuse ولا localized اللي diffuse و localized كوروديتس طب على حسب مكانه بقسمه يا اما منتشر في الريتنا كلها في الكرويد كله والريتنا كلها فبسميها disminated cruditis او يبقى في central area بس بيبقى central cruditis او حوالين الاوبتيك نيرف فبسميه juxta papilla cruditis وبابيلي اللي هي الاوبتيك نيرف ديسك وجاكستا يعني جنبه يا اما بيبقى موجود anterior شوية عشان كده بسميه anterior cruditis النوع الثاني هو الجرانيلومتس كوروديتس وزي ما انتو حضراتكم شايفينه حيبقى تميز بإيه بوجود الجرانيلومة والحقيقة هو chronic inflammation of the crud with formation of the dual of gradual onset and long duration يا ترى اللي يعملي granulomatis cruditis حاجات كديرة جدا زي التي بي والسيفلس والساركويدوز وبروسولوز والتوكسو بلازموز الفانتاس بيكشر بتاعه بيبقى characterized by formation of nodules والحقيقة في ناس كتير قوي غاوية تقول ايه الفرق ما بين granulomatis والnon granulomatis cruditis مش هنضيع وقتنا فيه وقفوا الفيديو وكبروا الصورة وشوفوا الفرق اللي ما بين granulomatis and non granulomatis cruditis خلصنا الاكسودتف والgranulomatis يفضل لنا السابيوريتف cruditis والسابيوريتف cruditis هو سابيوريتف inflammation of decroid والحقيقة سابيوريشن يعني بس يأكيد بيبقى organism أو infection عشان كده السبب بتاعه هو الانفكشن ممكن الانفكشن ده يبقى exogenous infection زي حالات elcorneal ulcer أو elperforated ulcer والdismatocele أو يخش الارجانزم من بره في حالات الدروما أو even during the surgery والحقيقة during the surgery ممكن يبقى بعد العملية وممكن يبقى cruditis later on بعد العملية لما يبقى acute post-operative infection بيبقى عادة following ocular surgery أو surgery مع filtering bleb زي حالات glaucoma بيبقى caused by virulent organism بيبقى من يوم الأربعة post-operative بيبقى rapidly progressing associated with severe pain and visual loss إنما elchronic in contrast بيبقى caused by less virulent organism ممكن ياخد up to four week post-operative بيبقى slowly progressing associated with less pain and good visual acuity maybe granulomatous or non granulomatous ده الانفكشن اللي جاي من بره اللي هو الاكسوجونس انفكشن الانفكشن ممكن ييجي من جوه اللي هو الاندوجونس انفكشن زي حالات السيبتيسيميا والبييميا بالذات في النيونيدز وحالات الاربطال سيلوريتس وحالات المينينجايتس لو بسيت على فاندس بيكشن حالات بالنسبة الانفكشن والتريتمين هتقول نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في الايريدو سايكليتس علشان من كرروش في ناس كتير جدا بتحب السؤال يطرق الفرق ما بين الكروديتس والايريدو سايكليتس اول فرق ان في الكروديتس مفيش بين على عكس الايريدو سايكليتس وحنا طبعا كلنا عارفين مفيش بين ليه علشان مفيش نيرف في الكرويد تاني حاجة ان في الكروديتس ما بقاش فيه ماركد فيجول لوس الا اذا كان السنترال اللي افكتت انما عادة في الايريدو سايكليتس دايما فيه ماركد فيجول لوس الحاجة التالتة ساكندري جولكوما لا يحدث في حالات الكروديتس بتقولهم الكروديتس لو بدأ ينتشر في بقية طبعات العين هيعمل لي اندوفسالمايتس والاندوفسالمايتس هي هو عبارة عن وخلوا بالكم من كلمة يعني مدمر للأسف الشديد الاند ستيج بتاعت الاندوفسالمايتس بتبقى بيري بيت نخلي بالنا ان لانه لانه حيبقى حيبقى بديزيز ثاني اللي هو بانوفسالمايتس انما في الاندوفسالمايتس لا أو تركوت ولا التنون كابسول بتبقى افكتت طبعا الاتيولوج ايه اما تبقى انفكتف زي بالضبط اسباب السابيوريتف كروديتس او تبقى نون انفكتف زي الاوتواميون او الاميون رياكشن الكيميكال بيرل حالات الفاسكولايتس حالات نيو بلازم وبعض الاسيبتكو فيايتس اللي بيحصل بعد العمليات بنسميه acute post operative streal اندوفسالمايتس والحقيقة ده مفوش ارغانيزم ولكن زي باودرز من الجلافز او الماتش منيوبوليشن ديورين كوبريشن زي حالات الفيتريكتومي بتسيب العيان with acute post operative اندوفسالمايتس بقاش فيه بص ولكن بسميه اسيبتك يوفياتس طبعا طرع العيان اللي عنده اندوفسالمايتس هيشتكي من ايه؟ هيبع عندكم institutional symptoms fever وماليز وفومتينج بيبع معاه severe pain and headache وmarked diminution of vision up to no بي ال طبعا بالاضافة الى الفوتوفوبيا واللكريميشن والريدنس طب يا ترى الساينز ايه؟ اديمة وريدنس of the eye and the lead كيموزس and hyperemia of conjunctiva كيبيز على الكورنيا مع هيزي كورنيا هايبوبيون ويالو ريفليكس الريد ريفليكس بتاعه بدلا ما هو احمر وكلنا بنشوف الريد ريفليكس احمر هيبقى يالو ريفليكس وطبعا زي ما قلنا من ضمن الساينز برضو diminished visual acuity up to no بي ال لازم اميز حالات ال endosalmitis من other causes of your reflexes اللي هي panosalmitis والريتنبلستومة والسودو glium اللي هيحصل لو العيان جاله endosalmitis انه ينتشر لل outer coat ويعمل لي panosalmitis او يحصل fibrosis ويديني حاجة اسمها pseudo glium او يحصل ضمور في العين اللي احنا بنسميه اتروفيا بلباي او يخف مع التريتمينت ويكون ربنا كرمه ويخف بعد حالة حالات ال endosalmitis التريتمينت لازم لازم في المستشفى hospitalization careful history taking and examination وبدي بعمل ايكواس and vitres تابس باخد عيانة من vitres ومن الايكواس 0.1 mm sample بعمل لها direct smear بالgram والجيمس والsilver stain وبعمل culture للبكتيريا والفنجل وبعمل sensitivity test علشان نشوف الantibiotics اللي انا هدي ايه ما تستناش نتيجة sensitivity انها تطلع ولكن start antibiotic زي ما اتفقنا قبل كده في حالات الكورنيا الاصر بدي antibiotics بيقول مين in high doses يعني ايه بيقول مين بكل الطرق اول حاجة باستخدمها الانترا vitres يعني ححقن جوة الvitres عشان اوصل الantibiotics لجوة العين بحقن 0.2 ميلي جرام جنتاميسل او 1 ميلي جرام فانكوميسل او 2.25 ميلي جرام فورتم وكرر الحقن مرة كل 24 ساعة او مرة كل 48 ساعة على حسب حالة العين بدي subconjunctival injection وبدي كمان topical fortified eye drops مش عاوز ادوش دماغكم بالارقام الكتيرة ولكن لازم انتبع عارف ان انا بدي subconjunctival injection وبدي topical fortified drops اللوكل بيبقى less effective و less adequate عن السيستيميك ومع ذلك برضو بدي local antibiotics بدي كمان اتروبين سواء local او subconjunctival وبدي corticosteroid في ناس بتحب بتبدأ corticosteroid 24 hours after intravertrial injection of antibiotics وفي ناس بتبدأوا على طول في ناس بتدي corticosteroid local وسستيميك وفي ناس بتكتفي ب local بس انما الحالات الوحيدة اللي بخاف ادي فيها corticosteroid لما يكون عندي fungal infection is suspected infected بتطر في حالات كتيرة اعمل vitrectomy بعد ما اعمل control infection وهنا هتلاقوا controversial يطر اعمل immediate vitrectomy اول ما شوف endosal mitis ولا ابدأ antibiotics واستنى يوم واحد او يومين في بعض الناس بتقول باستنى من يومين لتلاتة وفي ناس بتعمله early عشان الدامج اللي حيحصل في الهين مش هيرجع تاني لو انا مانش عارف اشوف الفوندس كويس بفكر كويس قوي ان انا اعمل vitrectomy لو العيام ما بيستجبش للتريتم بفكر ان انا اعمل vitrectomy لو عندي بكتيريا هتبقى صعب انها تستجيب للانتي بوتكس علشان كده بفكر دايما في early vitrectomy طب اعرف ان العيام بيستجيب للعلاج ولا ما بيستجيبش ازاي ال بين هيقل ال ريدنس هيقل ال فيجن ويل امبروف ان اي كان دفوندس لو ده حصل يبقى العيام في لو جال العيام late والعين مليانة بس وما بيشوف ش بيها في عندنا قاعدة بتقول ep pass up evacua ودوت المسا اللاتيني معناه if there is a pass about let it out البس should be drained افضي طب افضي البس ازاي ده العين كلها مليانة بس هفضي البس من جوه العين ازاي للأسف الشديد بفضي العين نفسها كل ال content اللي معها في عملية اسمها epass relation العين اللي مليانة بس بشيل الكورنية بتاعتها بدخل معلقة الكحت اكحت كل content اطلع البس وكل content بتاعت ال بسيب ال scler empty وclean زي ما انتوا شايفين بالشكل بحط shell وبعد كده بعمله artificial eye لازم اعمل psychological support العين دوري habitation لان شيل عين العين بتبقى قصية جدا عليه وكفاية ان نبع صلى الله سلام نقل عن رب العزة قوله من اذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم ارضى له بثواب دون الجنة وسمينا العين هنا حبيبتيه لان الواحد ما بيحب ش حد في الدنيا قد ما بيحب بانيه فلو ربنا ابتلى واحد بانيه وصبر لم يكن له ثواب الا الجنة حتى لو العين ما بتشوف شي الواحد عايز العين موجودة في وشه ومن عينه فكان الراجل رافض وبيقول لي كلمة جريبة جدا بيقول لي سيب ها سترة وشي يعني هي مكانها في وشه حتى لو مش شايف بيها سترة وشه محدش هيبص عليه على انه معوق وعلى انه عينه مش موجودة الموضوع الثاني اللي هنتكلم عليه هو البان في سالميتس والبان في الموضوع الذي يملك كل الأوكلي هنا بقى الموضوع الكورني والسكرير والأوثر والتنون كابسول وعلى بعض صفت أوربتال تشو الاتيولوجي بتاعه زي السابيوريتف كروديتس والإندوفسالمايتس والحقيقة دايما بنقول هو مين أكتر يسبب الإندوفسالمايتس ومين أكتر يسبب البانوفسالمايتس الإكسوجينس إنفكشن ولا بيبقى number of organism عادة فيه فبيعمل لي إندوفسالمايتس بينما الإكسوجينس إنفكشن بيبقى number of the organism are huge وبيبقى virulent organism عشان كده في الغالب بيعمل لي إندوفسالمايتس وتقلب ببانوفسالمايتس الكلينيكال بتاع البانوفسالمايتس كل السيمتم بتاعت الإندوفسالمايتس but more severe وبالنسبة للساينز هلأي برضو كل الساينز بتاع الإندوفسالمايتس ولكن more severe وهلأي معها ring abscess of the cornea ولأي معها signs of tenon capsule affection وده اللي بميزهالي عن الإندوفسالمايتس بلاقي معها proptosis ولميتيشن of ocular movement هؤلاء العيان بص يمين بص شمال أينما بتتحركشي ولا العين طلع البرة أعرف إنه هو بانوفسالمايتس مش إندوفسالمايتس differentiate diagnosis بتاع البانوفسالمايتس should be differentiated from endoفسالمايتس وزي ما قلنا بالproptosis وبالlink ulcer وبالlimitation of the movement الميزه عن orbital scleritis والcaverna sinus thrombosis وطرأ لو العيان ده بتاع البانوفسالمايتس أنا ما عليكتوش كويس أو حتى عليكتو والعلاج ما جابش نتيجي إيه اللي هيحصل أول حاجة أتروف بل باي تضمر العين لما الباس يطلع من الكورنية كورنية يحصل لها melting ويطلع من خلالها الباس ممكن يبقى عندي spread to other structure هيروح فين هيروح للأوربط يعمل لي orbital cellulitis يروح للكافيرنا sinus يعمل لي كافيرنا sinus strombosis أو يعمل لي meningitis بعض الناس بتحب تسأل ليه ما بيحصل لش حالات سيمباساتي كورويد والآيريس بالإنفكشن اللي موجود والكورويد والآيريس هو الانيشياتينج السيمباساتي كورويد ومعلش هنعرف الكلام ده بالتفصيل وإحنا بناخد التروما إن شاء الله طب هعالك البانوبس الميتس إزاي بإنتنسف أنتي بيوتكس زي ما قلنا في الإندوبس الميتس ولو في الآخر ما كانش في نتيجة وخفت من سبريد انفيكشن هعمل إبسكريريتس هعمل إيه سوري إفاسريشن ما بعملش إناكليشن وبعمل إفاسريشن بكحت كل الكونتينت اللي موجودة جوه العين وطلع البص ما بعملش إناكليشن لإلي إفي الإناكليشن ممكن هعمل سبريد وأنا شغال ممكن يحصل سبريد للإنفكشن تو دابرين أو تو دابرين بكده يبقى فضل لنا حاجتين صغالين قوي حضراتكم لازم تعرفوهم لأتروف يا بالباي والثلثة باي باي والأتروف يا بالباي هي عبارة عن شرنكد بط أرجانيز كلوب يعني العين بتضمر بتصغر ولكن لما تاخد فيها سيكشن تلاقي كل بتاعتها موجودة زي ما هي الأوتر كوت والميدر كوت واللينار كوت ولكن هي ضمرت ما بقيتش إيه ما بقيتش في حجمها للطبيعي طب يا ترى إيه اللي يعمل لي أتروف يا بالباي يعمل هالي تحصل الأتروف يا بالباي في حالات الأتروف آه ستيج أو غلوكوما البرفريتنج ترومة تعمل أتروف يا بالباي الكورونيك أريدوسيكوليتس والكوروديتس اللي هو الموضوع بتاعنا بتاع النهاردة الأود نجليكتت ريتينال ديتايشمنت والأرجانيز اندوفسالمايتس الكلينيكال بيكشر هلاقي العين صوفت فيها هايبوتيني طبعا السلري بودي ما بيشتغلش ما بيطلعش ايكوس sufficient enough بتبقى العين صغيرة small shrunk بتبقى كوادري angular يعني مربعة لو حضراتكم بتلاحظوا شايفين ايه مضغوطة هنا ومضغوطة هنا ومضغوطة هنا ومضغوطة هنا الأربع ضغطات دي مكان الاكسرا اوكلر مصر علشان كده بتبقى شكلها ايه شكلها مربع والفيجن فيها بيبقى نو بيقل طب يا طرع حالي اجرأتروف طبعا ما يقدرش يرجع فيها النظر مرة تانية لان العين خلاص ما بتشتغلش نو بيقل ما يقدرش عليها إلا ربنا سبحانها وتعالى إنما ممكن اغطيها شكلا بس بحط كوزميتيك كونتاك لينس عشان يبقى شكلها كويس او حط اوكلر عين صناعية بتتحرك يمين وشمال مع العين التانية او حط شيل بس فوق الاتروفيك آي بسميه كوزميتيك شيل لو عنده مشكلة في الاسكين بتاع الفيس ممكن اعمل كمان فيشيال بروسيس السيساس بل باي بالضبط زي الاتروفيو بل باي ولكن بتفرق في حكتين اتنين بس هي شرنكتش برضو جلوب ولكن ديس ارجنايز لما اخد فيها سيكشن من جوه حيبقى لقيها متل اخبطة مع انت عارف الكورنيا من من الكورويد من الايرس كله امرجميت ايه مع بعض كده ولكن ده اول فرق تاني فرق ان انا بلاقي جواها ايه كالسيفيكيشن وزي ما انتوا شايفين البونهوبين ابيض في جوه العين ديت اللي هي تايساس بل باي حيثة زي العظمة بالضبط لان فيها كالسيفيكيشن بعالج الاتروفيا بالباي وبعالج السيساس بالباي بنفس السيستم اللي احنا قلناه كوزموتيك كونتاك لينز اكرر بروسيز او ايفن فيشيل بروسيز او كوزموتيك شيل وبكده نبقى خلصنا درس النهاردة وفيديو النهاردة ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيه ومنتظر حضراتكم ونتواصل مع بعض على اليوتيوب وعلى مواقع السوشال ميديا اسبكم في حفظ الله واوعدكم اذا ربنا اراد ان شاء الله نلتقي مرة تانية مع درس جديد من دروس البيزيك وفي سلمورج في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة